موسيقى مساء الخير مرة تانية على حضراتكم كلنا متابعين بأن الحركة تسير في الحكومة وفي الدولة بشكل مرتب وكل يوم هناك متابعات وهناك قرارات وهناك اطمئنان أكتر لتقديمه إلى المواطن المصري في كل مكان يعني يمكن كمان تابعنا لما سيد رئيس كرم المرأة المصرية منذ أيام الحقيقة كان فيه في الخطاب ده رسائل كثيرة جدا أهمها هو الاهتمام بالأسرة الاهتمام بالتربية أنا وقفت عند حاجات كثيرة جدا توقف عندها السيد رئيس وحسيت بجد بأن أسرتنا بحاجة للاهتمام أكثر خصوصا أولادنا ناس إحنا كثير جدا بنهتم فعلا بتعليم بنهتم إنه الولد يتخرج أو البنت والشهادة ويبقوا في جامعة إيه وكلية إيه ويبقى عنده إيه ولكن كتير بننسى حلهم حلهم الإنساني يا ترى هم عاملين إيه يا ترى لغة حوارهم عاملة إزاي يا ترى هم يعني في الشارع المصري بعيدا عن أعيننا بيقدوا التربية اللي احنا ربيناهم عليها في البيت ولا فيه هناك تجاوز حاجات كتير جدا مش ممكن يجاوب عنها غير الأب والأم والأسرة داخل المنزل حاجات كتير جدا توقف عندها السيد الرئيس وأنا شخصين كنت سعيدة جدا هو كيف التعامل مع المرأة فكرة إنك تتعامل مع المرأة برقي وباحترام وبين قسين لما بنقوله ناس تتريأ بالإتيكيت إزاي تبقى واقف وإيدك وراء علشان يعني فيه احترام وكل ما الرجل كان له قيمة وكبر كل ما كان الاحترام بيخرج منه للمرأة احتواءا واحتراما أكثر حاجات كتير الحقيقة توقف عنها توقف أيضا عند الدراما وأهمية الدراما في تشكيل الوعي الخاصة للأسرة المصرية والأسرة المصرية الحقيقة يمكن عشان إحنا في مصر تربينا على إن إحنا بنحب الدراما بنحب الفن وبنحب يكون عندنا قصص بنشوفها على الشاشة والقصص لما بتنقل الواقع بتاعنا وبيبقى جوه النقل ده من خلال صناع الدراما فيه رسالة حلوة صدقوني بتأثر لو افتكرتم كده مسلسلات كتير هتقولوا يا قد اين مسلسل ده أثر مثلا مسلسل لو بفتكروا هي والمستحيل لو تفتكروا هي والمستحيل للكاتبة الله يرحمها الكبيرة فاتحية العسال اللي كانت بتقدم رحلة فتاة بتبدأ من لاشي يعني عندها مشاكل زوجية بتقرر إنها تتعلم لحد ما بتتخرج يعني كانت أمية لحد لما بتتخرج وبتتعلم وبتبقى كمان كاتبة وبتبقى صالحة في المجتمع فالحقيقة أفكار كتيرة جدة لو الدراما حقيقي هتقدمها وتهتم بيها خصوصا في هذه الأوقات من العالم إحنا بحاجة للناس اللي تبطب علينا وتخش بيوتنا وتقدم لنا رسائل سلام هنتكلم أكتر أكيد النهاردة عندي فقرات كتير متنوعة عندي أيضا أسماء من المكرمين هيشرفونا في تسعة وحنتابع معاكم كمان مطش مصر والسنغال غدا بإذن الله يعني عندكم حلقة إن شاء الله وعدكم إنكم تستمتعوا بيها النهاردة أبدأ معاكم بخبر أيضا زي ما قلت لحضراتكم اهتمام الدولة والحكومة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عقد اجتماع هام مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لاستعراض السلعة الأساسية مستلزمات الإنتاج ذات الأولوية بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي وده شيء مهم عشان عندنا مستلزمات كتير إزاي نقدر يعني نستوردها ويبقى فيه يسر وسلام أكد أيضا سيد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحديد قائمة تفصيلية سيتم إرسالها للبنك المركزي المصري حتى يتسنى التنصيق معه لتيسير إجراءات إتاحة هذه المستلزمات كلها أيضا أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم تحديد قائمة بمستلزمات الإنتاج الأساسية وقائمة أخرى سبق أيضا استثناؤها من البنك المركزي وهي قائمة السلع الأساسية والمستلزمات الرئيسية وهنا تتأكده وتتطمنه بأن كل حاجة أساسية إن شاء الله سيبقى يعني فيه يسر وسهولة فيه يعني وصولها وخروجها بشكل يعني تام وسريع إلى المواطنين تم أيضا ضم في هذه يعني هذه القائمة ضم الأدوية والأمصال وأيضا يعني كل هذا حتى تم الانتهاء كمان من إعداد القائمة التفصيلية لمستلزمات الإنتاج الأدوية مهمة جدا والأمصال عشان محدش أبدا يقلق من أي حاجة النهاردة كمان أيضا سيد رئيس الوزراء افتتح معرض أهلا رمضان وهنا زي ما بقول لكم المتابعة أهلا رمضان مهم لكل الأسر المصرية وذلك طبعا يعني أهلا رمضان وهو المعرض الرئيسي بالقاهرة اللي حيستمر خلال الفترة من 24 مارس حتى 31 مارس الجاري المعرض مهمة قوي موجود مكانه فين في مركز القاهرة الدولي اللي مؤتمرت بمدينة ناصر زي ما انتم شايفين معايا على الشاشة المعرض فيه كل المنتجات اللي انتم تحتاجوها خصوصا احنا يعني على أبواب شهر رمضان الكريم فحتلاقوا كل الأسرة ممكن تحتاجه طول الوقت من أدوات من مأكلات من مستلزمات رمضان من كافة الأشياء واعتقد ان وجود يعني دولة رئيس الوزراء في هذا المعرض هو بيتأكد تماما من وجود كل المستلزمات وجود السلع الأسعار وكل الأشياء اللي بتهم المصريين وشايفينه بيتفقد بعض السلع اللي بتهم المصريين خلينا نروح أيضا ونتطمن أكتر ونعرف مزيد من التفاصيل مع الأستاذ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين مساء الخير يا فندم مساء الخير عام شاهدينك للقرام وكل سنة ومطيبين والشعب المصري بخير وأمن واستقرار إن شاء الله وحضرتك بألف خير يا ريت حضرتك برضو تكلمنا يعني تقول لنا على أهلا رمضان ويعني تقول لنا المستلزمات اللي موجودة بالفعل في هذا المعرض زيما حضرتك أشارتي تم افتتاح اليوم معرض أنا رمضان وده المعرض الرئيسي للدولة بأرض طاعة المتمرات بمدينة مصر والمعرض زيما عشرت بأرضو من يوم 24 حتى 31 من مارس وده تخفيف الأعباء على المواطن المصري والمعرض فيه 169 شركة عارضة والمعرض فيه تخفضات من 20 إلى 25 وبعد السلع 30 في المية المعرض فيه جميع السلع المتنوعة ونقول برضو فيه ملابس فيه كوتونيل فيه بعض السلع يعني خاصة يعني متنوع عشان ما نعملش العال حد يبقى المعرض متنوع في جميع السلع وخاصة سلع رمضانية سلع الاستراتيجية السنة والجهود والديق والرز والسكر والمقرونا واليميش رمضان والبلح واللحوم مهربة كميات كبيرة جدا من اللحوم بأسعار يعني بصراحة أيوة أنا كنت حسأل حضرتك السلسة عبدالمنع معاني الأسعار فضالي يعني أنا كنت حقف عند الأسعار لأنه أنا متأكدة كتير من السادة المواطنين يحبوا يطمنوا الأسعار أخبارها إين الأسعار في متنوع الجميع في جميع الأزواق موجودة في السكر بيبدأ من تسعة جنيه ونص سكر التاديم نهو الرز من تمانية جنيه اللحوم خمسة وتسعين جنيه وفيه لحوم بستين جنيه وفيه اللحوم بخمسة وتسعين بسوداني التازع فيه الشركة المصرية للحوم مجمعاتنا وفيه عندنا اللحوم القوات المسلاحة عرضة لحوم المئة خلقه 20 جنيه لحوم بلدية إلى مئة خمسة وعشرين جنيه ومئة وتلاتين جنيه بنتكلم في زيت في 24 جنيه جنيه. اه اسعار بصراحة يعني فيها تغفيدات عالية جدا. الدواجين اصبر خير. ودرجع ان الدولة تدخلت ورجعت الاسعار اه موضوعة بسبب يعني ما حصل بين حرب روسيا واوكرانيا. كان في بعض الناس استغلوا ورفعت الاسعار بدون مبرر. يعني تدخلت الدولة بشكل واضح جدا. ونجحت الدولة في منعليات الرقابة بالرجوع الاسعار الى ما كانت قبل حرب روسيا واوكرانيا. وبعد ذلك اعملنا تغفيدات من عشرين لخمسة وعشرين في المية. ويمكن التغفيدات دي شغلين عليها على قضى مصاد وزارة التموين. بقلنا ثلاث شهور بالتنسيق مع العارضين من المنتبين والمستوى اصحاب المصانع والمستوردين للنزول بين هذه التغفيدات. لهذه التغفيدات تصل الى السلاسل ومنافس العرض لتصل الى المواطنة على عرض الواقع. ويمكن دول المعرض تحت دولة رئيس المجلس والوزراء ومعالي وزير التموين انا عاوز اقول يعني باتزامنا مع هذا ورفع الاعباء. امكان اصدر التوجهات دولة رئيس المجلس والوزراء بفتح المعارض الاخرى في جميع المحافظات من يوم 15. للحد من الاعباء على المواطن. طيب انا انت سؤال هنا بس استاذ عبد المنعم برضو مهمة. يعني المعارض يعني النهاردة المعرض ده موجود في القاهرة في مركز الدولي للمؤتمرات. ده موجود لحد اخر مارس. مصبوط ده لحد اخر مارس. تمام? لحد اخر مارس. يعني قبل قبل دخول الصحر الكريم. ما ناخد بقى نعمل فراد بن عام بحضرتك بقى. وكانت دوجهات النهاردة فيه 8000 من فز على مستوى الجمهورية من عرض اهل رمضان. من خلال الشركة القبضة لصنعات الغذائية وزارة التموين متمثلة في 1800 مجمع والف فرع جمعيتي. والدفع ده الشوادر 167 شهدت على مستوى الجمهورية. بجانب ان احنا دفعنا بتلتمية عربية تحمل السيارات ناطين ونص وثلاثة النص او خمسة طن من السلعة السراتيجية بتخفضات المناطة اكثر احتياجا او الاكثر سبتانا. وعندنا وزارة الدفاع ليست بعيدا عننا كلنا شركاء في هذا الوطن. وزارة الدفاع وزارة الزراعة. وزارة الداخلية كلها بسياراتهم بمنافذهم. اكيد. نتكلم في 8000 منفذ على مستوى الجمهورية. هل في فرصة ان هو يمتد للأسبوع الاول من رمضان. يعني علشان الوقت كمان يبقى ممتع. نعم نبقى بصدق الانفراد والحالة الجميلة لحضرتك الانفراد بقى. ان كان مبارح في افتاح معرض في الجيزة وكان معالي وزير التنمية المحلية معالي وزير التموين. اتفقوا على استمرار الشوادر. على استمرارها. معارض طوال شهر رمضان. وبعد شهر رمضان. الا المعارضة فجئنا دولة رئيس مجلس الوزراء. بمدل هذه المعارض والشوادر. يمكن تمدد طول العام. حتى اشفاد ان هو ممكن حارف اوكرانيا وروسيا. لا نعرف مدا هتنتهي الامتة. يعني اذا. خلينا نأكد على الخبر ده. استأذنك استاذنك استاذ عبدالمنع. نأكد على الخبر ده لكل المواطنين. بان معارض اهلا رمضان. سواء في القاهرة. في المركز الرئيسي لقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. او في المنافذ الموجودة في محافظات جمهورية مصر العربية. هذه المنافذ او هذه المعارض مفتوحة طوال العام. مظبوط الكلام ده. دي كانت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بانتداد للشوادر والمعارض في المحافظات. تمام. تمام. تأشي جميل. ويا. هتكون مفتوحة بكل هذه الاسعار. واكد برضو ان هو تم تعاقد مع مية وتامينة ومية والف تن من الزيوت. برضو ليه تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية. ليصل ستة ونصف الشهة. وعندنا المخزون الاستراتيجي من الفول تمانية ونصف. والسلع عندنا اتفاعلات من الرز والسطر. يعني السلع كلها غزائيا. كل خير. كل خير بإذن الله. انا بشكرك جدا. استاذ عبد المنعم. خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. الحقيقة كده نأكد مرة تانية بانه هذه المعارض مش فقط لحد اخر مارس. ولكنها مفتوحة تبقى للكلام اللي حضراتكم سمعتوه. وحيبقى فيه فرصة انه هذه المعارض المفتوحة وفيها كل المستلزمات ومنافذ على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية. تتيح للمواطن بانه اذا شايف انه في حد بيرفع الاسعار او بيغالي فيها. هو عنده هذه المعارض بهذه المستلزمات اللي هو عايزها كلها. وكلها بجودة عالية ومراقبة رقابة كبيرة من وزارة التموين او الدخلية او الدولة بشكل عام. حتى السيدة الرئيسة الحقيقة قال للمواطنين في يوم المرأة اللي عايز يشتري كل حاجة متوفرة خدوا اللي انتو عايزينه. بس هي الفكرة هي مش فكرة انو انا يبقى عندي بس حاجات اجيب وخلاص وبعين اشيل عب الميزانية علي وبعدين الاقي اقول ان انا الميزانية مش بكفية معايا لاخل الشهر. هي مسألة تدبير. وست البيت المصرية هي الحكيمة. هي سيدة الاقتصاد المنزلي في بيتها وفي اسرتها وكمان في بلدها. فاعتقد انو ست البيت المصرية هيكون عندها من الوعي انها تدير شهر رمضان وانتهى الزكاء من غير ما يكون في يعني يهد كبير على ميزانية الاسرة. مزال عندي فقرات التاسعة الكثير من الفقرات تنتظر حضراتكم. فصل قصير نعود ونستكمل معكم التاسعة اليوم الخميس. اهلا بكم. وجودنا النهاردة ومشاركتنا النهاردة في الفعاليات والمنتدى ان احنا بنوضح للناس الموجودة معنا وللخبراء المتخصصين في مجال العقاري. اهمية شركة مصر دارة وصول العقارية في انها بلاير قديم جداً موجود في السوق وبيمتلك حوالي تسعة تلاف مفتاح لوحدات سكنية وإدارية في مناطق متميزة. وان الفترة اللي جاية هيبقى فترة لاعادة احياء منطقة وسط البلد في مدينة القاهرة. واضافة خدمات هيكون من شأنها زيادة الاقبال على منطقة وسط البلد كمنطقة سياحية. منذ البداية بتاعتنا في الفين وخمستاشر واحنا هدفنا الاساسي ازاي ندعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر وازاي ندعمهم عشان يكبروا البزنس بتاعهم عامة بنعمل ده عن طريق حاجات تقديم حلول ليهم. الحلول دي بتساعدهم ان هم يديجيتيزوا قنوات الدفع بتاعتهم وقنات بتاعتهم فبالتالي اعرفوا يمانجوا البزنس بتاعهم من الفينانشلز او من الجوانب المالية بتاعتهم بطريقة افضل. الحقيقة انا متابع القمة دي اعطاق التالت سنة لها انا شايف تطور ممتاز بنعرف بي اللي حاصل اليومين دول ان هو مختلف عن يوم عن يوم الحقيقة مش سنة عن سنة. احنا بنكلم على تطور تكنولوجي مرعب فمصر وغير مصر طبعا. البلاتفورم زي ما بسموها التكنولوجية. سواء من ال buy now pay later اللي هي اشتري دلوقتي ويدفع بعدين. ال online payments كل الحاجات دي كلها هتعمل تطور مرعب بالنسبة للتجارة سواء التجزئة او الكلية. فابعتقد ان ده يعني مؤتمر مناسب جدا لشرح ده عشان التجار اولا نذكرهم على طبعا وجودهم هنا في مصر في الزر الظروف هيئة مش سهلة أبداً بس كمان بنعرفهم بالجديد اللي هما لازم يتابعوه لأن الدنيا متغيرة جدا منتدم يلي الدورة التالتة دي من أهم الدورات صراحة دورة متقدمة أكتر فيها مش فيها بس صناعة التجزئة أو صناعة التجارة الداخلية بل بالعكس فيها شركات اللي بتدعم الصناعة دي عشان تسبت أقدمها على الأرض أكتر وأكتر ما هي سابتة من مميزات برضو الدورة دي إن فيها تكريم لتجارة التجزئة أو بعض الناس اللي بنشارك في تجارة التجزئة ودول بنظمنا جندي مجهول في الصناعة دي لأنه نحسيش نحن بعدم توفير المنتجات في عز الأزمات واللي بيعمل ده فعلا هما صناعة لتجارة التجزئة فدي من أهمية الدورة دي خاصة عن الدورة اللي فادت كمان هدف القمة كل سنة إن إحنا نجمع كل ما هم زي ما تقول عمدة صناعة الريتيل أو تجارة الأجزئة في مكان واحد في ممبر واحد لمناقشة كل أهم القضايا والمشاكل اللي بتواجه من حيث التجار من حيث المطورين للمراكز التجارية للمولات كذلك الجهات التمولية جهات الحكومية بيبقى فيه تواجد لكل عناصر الريتيل أو تجارة التجزئة في مصر السنة دي عندنا حاجة مختلفة إن إحنا خلقنا جوائز للناس التي كانت متميزة في تقديم الخدمة للمستهلك فقدرنا النهاردة نقدم في كل القطاعات قطاع الأجهزة الكهربائية قطاع البوابات الدفع الإلكترونية قطاعات ملابس كل حاجة كل القطاعات النهاردة فيه شركات منها بتكرم على مجمل أدائها ومجمل أعمالها فهي النسخة دي بيميزة إن هي سميناها نسخة الجوائز قمة أنا شايف إن هي قادرة تجمع عدد كبير من الشركات التجزئة الهمة جداً في مصر مهم جداً إن المسؤولين عن الشركات دي يتجمعوا ويتكلموا مع بعض على إيه الترينز اللي الماركت رايح ليها وإيه الحاجات اللي إحنا أو الخطات المفروض كلنا نبقى بنتحرك لها علشان نقدر نواكب التطور الكبير اللي بيحصل في قطاع التجزئة وقطاع الإي كوميرس بشكل عام قمة يعني كويسة جداً السنة دي إحنا بنقش مواضيع كتير دلوقتي related to retail market مهمة زي الإي كوميرس يعني إي كوميرس دلوقتي بقى حجمه كبير جداً في مصر وبقى التجاه السياسي والاقتصادي كله بيحاول إنه ينمي أكتر لأن سمح العدد كبير قوي من الريتيلرز لقبل كده ما كانش ديهم مساحة في الماركت إنه هما يخلقوا لنفسهم مساحة أكبر من خلال منصات الإلكترونية وده ما وضع بقى الاستثمار فيه جزاب جداً بالنسبة للجهات الأجنبية والمصرية بنفس الأدرجة I'm impressed المكان هايل التنظيم هايل وحسن هي فرصة جميلة لكل الريتيلرز نمو في مكان واحد وبينج على بانل واحدة مع دكتور باهيم عشماوي والحديث بيننا وبين الحكومة اللي دايماً مفتوح زي إنابل السكتر بتاع الإي كوميرس وزي يدعمونا ويخلونا نكبر ده بيخلي الواحد بصراحة متشرف بكبر الصناعة في مصر وقد إيه الحكومة بتإنابلت فبصراحة خضور مشرف جداً جداً الحقيقة لما بنتابع ما يحدث في العالم كله كل يوم من نقص مواد من أيضاً فاتورة اقتصادية كبيرة بيدفعها العالم بعد الأزمة الأوكرانية روسية بتجد بأنه يعني ما هي مصر ضمن خريطة العالم الجميع كله عليه أنه يدبر ويتدبر ما يجري في الوطن وده اللي حاصر الحقيقة إحنا بقلنا أكتر من اسبوعين ثلاثة وإحنا شايفين أنه هناك يعني تقصي وبيانات وبحث وأيضاً يعني تحسين أوضاع كثيرة جداً خاصة الأوضاع المالية لدى المواطنين علشان يقدروا يواجهوا اللي بيحصل زي ما شفنا الحاجات اللي يعني صدرت منذ أكثر من كام يوم تقريباً تعالوا نتابع معيكم كمان النهاردة أعلن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم وهو بيفتتح على هامش افتتاح معرض أهلاً رمضان اللي شفناه مع حضراتكم منذ قليل إن مصر أجرت محدثات مع صندوق النقد الدولي وذلك بشأن تمويل محتمل كإجراء وقائي من أثار الأزمة الروسية الأوكرانية وطبعاً ده في حال استمرار الصراع لفترة طويلة محدش عارف الصراع ده ممكن يمتد لحد فين الصورة اللي انتو بتشاهدوها الآن ده يعني دولة رئيس الوزراء ومعه مجموعة من الوزراء وده خاص بموضوع البنك الدولي وإزاي نقدر يعني يكون عندنا تمويل جديد وهذا التمويل يعني الوقائي حنعرف بعد قليل يعني لماذا هو وقائي وإزاي نقدر نستفيد منه وإنه ما يدرش أي مواطن من هذا البرنامج الجديد كما لأنه شدد أيضاً مدبولي أنه لن يدر أي مواطن من البرنامج الجديد مشيراً لأن هذا البرنامج للحفاظ على النمو الاقتصادي المصري وموضحاً أن الدولة قادرة خلال الفترة المقبلة على تحدي هذه الصعوبات الحقيقة يعني كل اللي احنا شايفينه ده محتاج أن احنا نعرف مزيد من التفاصيل وكمان حضراتكم تعرفوا لماذا دخول أو ندخل في مباحثات ومحادثات جديدة مع البنك الدولي معي على التريفون دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا فنجم إزاي حضرتك الحمد لله حضرتك يعني يا ريت أنا عايزة أعرف الأول اللي وبرده المواطنين يعرفوا يعني إيه تمويل وقائي طيب خلينا نقول لجمهورنا الكريم أن المحادثات أو التواصل ما بيننا وما بين المؤسسات العالمية لم تتوقف منذ 2016 مصر تبنت برنامج إصلاح اقتصادي كبير غيرت فيه كثير من الأوضاع الاقتصادية وطبعا مع استمرار الأوضاع العالمية جائحة كورونا لما جات مصر اقترضت من صندوق النقد الدولي حوالي 5 مليار و2 من عشرة وطبعا ده كان تمويل يعني قصير المجل وكل المؤسسات العالمية تند في الدول اللي هي متوسطة النمو في توجهها لكن سؤال حضرتك الكريم ده عبارة عن إجراء احترازي مصر بتقوم به أن يكون فيه مفاوضات مشاورات زي ما بتسمى كده مع المستشارين اللي هم مستشارين العالم بنقول لهم خلي بالكم احنا النهاردة كالدولة المصرية في اتجاهنا للحفاظ على الإصلاح اللي احنا بنعمله ده ممكن يكون فيه احتياج لحزمة مالية خلال الفترة القادمة تمام الحزمة المالية دي بيتم استشارة البنك الدولي وسندوق النقد الدولي لمسندة مصر بيسندوا مصر بين حزمة مالية بتكون قصرة المدى برضو يعني مش فترة كبيرة نظرا للحفاظ اللي مصر حققته فبيتم مسندة المؤسسات الأجنبية ممكن تكون الحزمة 3 مليار 4 مليار ده بيتم التشاور في الوقت اللي احنا بنحتاج فيه الحزمة المالية دي علشان كده خليني اأكد على كلام حضرتك الكريم اللي اتفضلت دي كلام الدكتور مصطفى مدبولي الحزمة المالية الأولانية اللي هي الـ 12 مليار طبعا كان فيه تغير في كل الأوضاع لكفاضية في مصر تمام أما النبادي لن تمثل مواطن تمام دي أنا عايزة نشرحها شوية دكتور مصطفى لأنه برضو المواطن يعني ما نبقى فيه تغيير في الدعم بزا بزا خلينا نفصلها للمواطن شوي لا يوجد هناك تغيير في الدعم لا يوجد هناك تغيير في الأسعار خالص وعلشان كده فاندم كمان إيه البرهان بتاعنا اللي احنا بنتكلمه أمرين الأمر الأولاني إن كل السلع والمعارض اللي حضرتكم يعني بتفضلتم بعرضها بموجودة بقالها الحمد لله كده تعريبا للأسبوع الأول رئيس الوزراء الأمر الثاني أكد أن كل احتجاج المواطنين هتفضل لنهاية السنة يعني المنتهى البساطة أن أي سلع تموينية ومحاصيل زراعية متوفرة والدولة بتحمي السوق المصري لنهاية السنة يعني مش فيه موسم اللي هو بيكون فيه طلبات بتزداد يعني ما هي دي كلها كمان يعني أوضاع وأفكار وتأمين استباق لأن احنا مش عارفين المدى بتاع الأزمة الأوكرانية الروسية قد يمتد الفين فيبقى أنت وضعك في الداخل مؤمن بالضبط كده فندم وخلينا نقول نقطة مهمة نحمل حمد الله أوضعنا الاقتصادية فندم لو حضرتك بصفتي عليها كده بنظرة يعني معمقة هتلاقي ما عندناش أي مشاكل لكن المشكلة اللي جاينا من الأوضاع الاقتصادية العالمية الأوضاع الاقتصادية العالمية فندم مؤثر على أسعار البترول والغاز بالضبط البترول والنفط والغاز أو ما بيسمى كله ببرميل البترول اللي هو المحرك الأساسي لكثير من المدخلات في الصناعة والتجارة والنقل وكل حاجة فيه ارتفاع كدير في الأسواق فده مؤثر على العالم كله بأن النهاردة أقل موزنة فندم في أي دولة بقى عندها أصبح عندها عجزة فيه مشكلة تدبير البترول وأيضا الغاز وأيضا السلع التنمونية ده خلي بالنا في نقطة الحرب دي بقى لها شل شهر فبالنا لو امتدت لأكثر من ذلك أعتقد هيكون فيها كلام أكثر من اللي احنا بنتكلم فيه اسمحيني أستعير كلمة حضرتك الكريمة وأقول نتدبر في بيوتنا دي حقيقة يعني هو أول مصريين عموما الحمد لله يعني الشعب المصري ده الشعب بيعرف يتدبر أموره يعني من أيام فائضان النيل وهو يعني مواطن بسيط أو فلح يعني بسيط وهو بيعرف يتدبر أموره لكن اللي أنا عايزة أسأل برضو حضرتك فيه يعني أنا برضو عايزة أعرف لأن احنا عندنا تمويلات كثيرة من البنك الدولي السؤال اللي الناس برضو أو تحب تفهمه هل مصري قادرة على سداد تمويلات أخرى اسمحيني أشكر حضرتك على السؤال وهقولك بمنتهى البساطة هل سمعت حضرتك أن مصري أخلي أو ما سددتش قصة واحد على مدارة 8 سنوات الماضية لا طبعا خالص وإن كانت المؤسسات دي ما سندتناش أول مرة أو تاني مرة وخلي بالنا نقطة مهمة مصري بس بتعلن على الكلام مع صندوق النقد الدولي لأن ده بيعلم في العالم كله وبيتم موافقة مديرين تنفيذين في عدد من الدول لأ إحنا إحنا عندنا دول في قرتنا الأفريقيا يعني كانوا بياخدوا مسندة مصر يعني علشان يتكلم مع البنك الدولي عشانهم وإحنا كلنا عارفين مظبور وإحنا بإنسان أشققنا في كثير من الدول علشان نوجه معاهم التنمية اللي بتعود علينا بإنهم أشققنا وفي كثير من أوجه المناطق السواء العربية سؤال تاني بردو دكتور مصطفى علشان الوقت عايزة أعرف بردو يعني هل الهدف يعني من هذا التمويل الوقائي هو كمان يعني ضبط السعر الدولار نقدر نقول ده ولا مالوش علاقة هو طبعا قايم على جزئين بس هو تدبير السيولة وده مش هو عشان دعم للدولار الدولار ده بقى بممتوقه وفي السوق الحر حضرتك بتشوف النهاردة الأسعار بتنخفض أو بترتفع الدولار النهاردة ابتدى يتحرك في اتجاهه بوتي ابتدى يتبط ليه؟ لأن الناس النهاردة عندها ميزة في شهادات بـ 18% طبعا والشهادات الحقيقة عاملة أرقام عالية جدا في البنوك فواضح أن الناس كمان بتصدق يعني فيه مصداقية للحكومة المصرية وللدولة فالناس بتتجه على طول وبتقدر تبدل وتأمن نفسها هي كمان مظبوط يا فندم وعلشان كده احنا في اليومين دول الدولة تقريبا جمعت شهادات بحوالي 155 مليار جنيه في أقل من 72 ساعة ده من نسبانا رقم كبير جدا ده اللي بتعلنه البنوك وعلشان كده سعر الصرف النهاردة في اتجاهه الصدمة بتاعة الأول أيام طبعا أمر طبيعي جدا ولكن الدولة خلاص أنهت على ما يسمى الدولرة أو السوق السود وبتحربه محاربة علمية اقتصادية إن الأسعار موجودة في الجهاز المصرفي في البنوك تقدر تحول فلوسك داخل الجهاز المصرفي وتستفيد من ارتفاع سعر الفايدة طمني حضرتك إن النظام لغاية واقتنى الراهن آمن وإن شاء الله يا رب تعدي الحرب الروسية الأقرانية بسلام فنكتاز هذه المرحلة دون إن إحنا نلجأ لحزم تنمولية ونعتمد على الاستثمار الداخلي والاستثمار الخارجي أكيد دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أشكر حضرتك شكرا جزيلا وأقف عند الأرقام دي اللي هي أرقام مهمة زي ما الدولة يعني طرحت أو المركزي طرح الشهادات بتاعت 18% ففي 155 مليار فأقل من 72 ساعة شهادة وده تأكيد على أنت عندك ثقة في الدولة بتاعتك فالناس على طول هي كمان الدولة بتفكر والناس بتروح كمان تتدبر مع الدولة وهو ده الواقع اللي إحنا نقدر يعني يطمنا أو نقدر إحنا كمان نتكلم فيه إنتوا هتلاقوا إن العملية كمان وشايفين الدولار في مسألة الدولار في طريقة علمية في التعامل معاه وطريقة اقتصادية في التعامل معاه علشان يبقى فيه ضبط كمان للسوق وضبط للأسعار وما يكونش فيه أي حاجة وهو ده هي دي مصر اللي إحنا شايفينها اللي إحنا عارفينها خاصة في الأزمات بدءا من كورونا أو إنه جات لنا الأزمة الأوكرانية الروسية فانتم شايفين إنه خلاص بقى عندنا كثير من الوعي وكثير من الالتزام بأن إحنا نقدر نضبط الأسواق لكن في النهاية مش الحكومة الوحدة إحنا كمان علينا كمواطنين إن إحنا نعي ونبص يعني الناس يمكن البسطاء من أهلنا عندنا دور إن إحنا نطمنهم ونكلمهم ونفهمهم على فكرة ممكن جدا يجي المواطن البسيطي بقى مش فاهم فتلاقيه متزمر متضايق تعبان إحنا بقى عندنا دور عندنا دور كبير جدا المسائل التطمينية والمسائل التطوعية والمجتمع المدني ده دوره مجتمع المدني النهاردة عنده دور كبير جدا إنه يقدر يساهم ويقدر يوصل ويقدر يمدي إيده ويقدر يبقى موجود في أماكن كتير زي المعارض اللي بتقدمها الدولة كمان المجتمع المدني عنده دور كبير أو في الأزمة أو في أي أزمة إنه يبقى موجود جنب المواطن طيب عايز أقولكو على حاجة كده نروح لزملائنا زملائنا في صباح الخير يا مصري هذا البرنامج الجميل النشط اللي بيبقى موجود كل يوم لكن الحقيقة هم غدا هيكونوا في حلقة خاصة من تشكة الخير وأنا هسميها التشكة الخير لأنه ما سنشاهده غدا هو منتهى الخير حقيقة البرنامج رصد إزاي التحرك يعني إزاي تحولت السحرة إلى مناطق خضراء وإزاي تم شق الجبال والسخور علشان تمر فيها المياه البرنامج بكرة الصبح إن شاء الله في السابعة صباحا هتشوفوا إزاي الدولة والقوات المسلحة شغالين ومش سيبين أي حاجة للصدفة كل حاجة مدروسة متوفرة وبينة بكرة في مجهود كبير جدا كمان هتشوفوه من زملائنا اللي سفروا خصيصا عشان يكونوا موجودين في المكان ده وزاي ما انتم شايفين في الصورة مجهود عظيم من المزارع الأمح ألاف الأفدنة اللي اتزرعت وخلاص الحصاد يعني قريبا جدا أنا بحب حصاد الأمح قوي قوي يعني وحتشوفوا كل ده بعنيكم بالصوت والصورة صباح الخير يا مصر الحقيقة وصل هناك تشكة وعمل استوديو فين في وسط مزارع القمح هتشوفوا زملائنا ومحمد الشازلي هو واقف منور موجود وسط يعني مزارع القمح الخير وطبعا محمد مع فريق صباح الخير يا مصر فريق البرنامج كله اللي عمل مجهود كبير وعظيم لأنه صفر طويل الحقيقة علشان يوصلوا لهذا المكان اللي انتوا شايفينه كله فعلا خير بالصوت والصورة هتقدروا تتبعوا اللي بيحصل على الارض وحتشوفوا الامح بعنيكم وحتعرفوا بكرة تشكة الخير بتقدم ايه وقد ايه الامح جاهز على الحصاد شايفين الابراج الحمام والحمام والخير الصورة الحقيقة بديعة والصورة بتتكلم وشايفين الخضرة عاملة ازاي والمياه كل ده على فكرة الدولة يعني كمان كانت بتشتغل عليه يعني ده ما طلعش بين يوم وليلة ده تعب وعلم وبحث وابحاث ومجهود كل ده هتشوفوا هتشوفوا الصورة دي على الشاشة وكمان هتلاقوا المنطقة هتتعرفوا كمان لما كانت صحرة يعني هتشوفوا لما كانت صحرة ومليئة بالصخور وازاي كانت الالات والمعدات وكل العدد اللي موجودة وازاي تم تحويل ده والناس اشتغلت وازاي المنطقة تحولت فعلا وباقت فيها كل الخير وتحولت من الصحراء الى لون الاخضر الجميل وحتشوفوا كمان حاجات جميلة اكتر من اكتر المشروعات الزراعية اللي حصلت الحقيقة افتوشكة في ظرف تلت شهور تحويل الصحراء الى ارض زراعية منتجة فيها الاف الاف الافدنة من القمح زي ما قلنا وطبعا هتشوفوا الحصاد ان شاء الله هيبقى قريب كمان في حاجة حلوة جدا وهي مزارع النخيل بسوا الجمال العامل زيد الامح مزارع النخيل بقى ممكن تمشي فيها لمدة 30 دقيقة يعني نص ساعة بالعربية تفضل ماشي في مزارع النخيل وكلها تم زراعة مليون 350 الف نخلة من اصل 2 مليون و300 الف تقريبا وكل ده تم استهداف بقى في الحقيقة زراعة النخل منتج للتمور يعني طبعا يعني نخل فيه بلح يعني وهتلاقيه طبعا عندنا على فكرة احنا تمور جميلة في مصر بس اكيد تشكة هتشوفوها حلوة شايفين الصحرة وهي متعمرة بالخضرة وبالزرع وكده كمان هنقدر نفتح كمان اسواق جديدة خصوصا بمسألة التمور نقدر نصدر وده وده فعلا مطلوب ونقدر نعمله زي ما نجحنا في مسألة الموالح ممكن جدا ننجح كمان في التمور ونقدر نصدر ونعمل ده احنا عندنا على فكرة تمور حلوة جدا تشكة وسيوة وعندنا اماكن الحقيقة بديعة محيط النخلة علشان فيه نسبة النخلة ده قصو زي وزراعة كمان القمح وكل هذه الخضار وهذه الاشياء وكلها كحقيقة تمت بتفكير علمي بحث برنامج صباح الخير يا مصر في السبعة صباحا ينتظركم واعتقد حلوة قوي ان الواحد الساعة سبعة الصبح يفتح كده ويشوف الخير ده كله ويشوف الزراعة ويتطمن ويشوف حاجات حلوة وانا متأكدة انه زملاء في صباح الخير يا مصر ان شاء الله حيقدموا لكم يعني كل المعلومات وحتقدروا تعرفوا وتتعرفوا على حاجات كتير حلوة وتشوفوا كمان بعنيكم وتنتظروا معانا بعد كده الحصاد الخاص بالأمح انا بحب حصاد الأمح فكنين اغنية عبدالوهاب الأمح الليلة الليلة يمعيده ان شاء الله دايما يكون عندنا زراعات حلوة يا مصر أصلا بتتنفى الزراعة يعني المصري اللي عاش على ضفاف النيل وبنى وبنى الأثار بتاعته وزرع يعني الأراضي الزراعية الخصبة لازم نرجع ناكل من ايدينا يعني نزرع وناكل ولما تبقى انت بتزرع وتاكل يبقى قرارك فين في جيبك جيبك دايما يبقى عمران بكل الخير بعد الفاصل عندي لقاء مع الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي لأنها سعيدة جدا بتكرمها من السيد الرئيس في يوم المرأة المصرية والأم المثالية وطبعا حبقى سعيدة جدا اننا وهي هنتجازب الحوار بين الصحافة والبرلمان وكثير من الأمور وخاصة الأمور التي تخص المرأة المصرية فاصل قصير نعود ونستكمل معكم التاسعة سريدة الشباشي كاتبة صحفية ومن أبرز الإعلاميات في مصر والوطن العربي رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر أول سيدة في تاريخ الحياة أنيابية تترقص الفرلمان المصري في 12 يناير 2021 يلي ما نمحك نفسي ملمح وآل لنا سورة منك كنت ملاكي الحقيقة في هذا اليوم مع تقديم زميلاتي العزيزة وصديقاتي جاسمين طهزاكي وهي بتقول اسم ورد تاني يعني من المكرمات الواحد كان بيشعر بالفخر الأسماء كلها تستحق التكريم الأسماء كلها مختلفة الأسماء كلها مجالات متنوعة لكن كان يجمع بين كل هذه الأسماء هو أن مصر مش شكل واحد مصر متنوعة فأنت التكريم ما كانش لفئة ولا لمجال ولا لكل التنوع وكل الاختلاف جمع ما بينهم الطاقة الحرية الفكر التفرد التميز حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها معايا يعني يعني هي صديقة لكل لكل الإعلاميين ولكل الوسط الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي عضو مجلس النواب بعد التكريم من طبعا سيد الرئيس لها في يوم المرأة المصرية والأم المثالية وهي طبعا كانت ترتدي الأحمر ثقة واحتفاء واحتفال خليني أرحب فيها هي ضيفتي الآن في التاسعة مساء الخير مساء الفل الشفكي ومرتع المقدمة الجميلة دي بس أنا كنت لابسة أحمر نور العلم 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 والأبيض والأحمر طب كنت بتقولي إيه للريس على فكرة كل البلد عندها حب استطلاع كنت بقول إيه للريس أيوة كنت أولا بقوله بعربه عن ساعتي إن أنا شفته وبعدين لما قال لي أنا بشوفك في السي بي سي إكسترا فاتبسطت قوي طبعا لأنه أكيد يعني لأنه بيتابع بيتابعك يعني أنا قبل كده السفير علاء يوسف سفيرنا المحترم اللي في باريس قال لي مرة وفرحني جدا قال لي الريس أرى مقالك الفلاني مثلا يعني فطبعا دي حاجة تكريم ليه بقى هقولك ليه لأنه أنا يعني لما يكرمني الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي أنا بعتبره منقذ منقذ مصر من الانهيار الكامل ومن الضياع اللي اللي قدر الله محدش عارف كنا خدنا كم قرن عشان نرجع تاني مصر الرئيس بعتبره قائد بعتبره منقذ منقذ بس بيتحارب دلوقتي وحيطهر بلدنا من الفساد أنا عايزة يعني أولا يعني وانا بقول في المقدمة يعني أنا برضو بعين الصحفية كده عجبني الرموز المكرمة هذه المرة يعني يعني مثلا لما نشوف الأستاذة فريدة الشباشي وعيني نشوف دكتورة لميس جابر وعيني نشوف فريدة فهمي ونشوف فضليات يعني كمان في مجالات أخرى وأمهات مثاليات مختلفين كل واحدة ليها مشوار هو الرئيس عاد المرأة المصرية اعتبرها ردلها اعتبرها لأنه كانت عورة ومش عارفه ايه وحاجة يعني حقيقة أنا عيشت فترة هنا أيام السنة السودة الحالكة السواد كانت أسود سنة في حياتي مشوفتش حقيقة كده وبعدين ما فيش أي مشروع تاني أي موضوع أي حاجة بتشغيلهم غير المرأة فأنا أطلهم حتى ما هو إذا حبيتي تشغلي العالم اتكلمي في أي حاجة هايفة فتزوجي المرأة بقصص هايفة ثقافة النصف الأسفل من الإنسان ما فيش لا في مشروع ولا في مصنع ولا في بتاع ولا في أي حاجة بس أنا عايز أقولك أن من ضمن الحاجات الرائعة مبارح كمان يعني طبعا كله كان كويس بس الحاجة اللي خليتني حسيت أن أنا فعلا مصر بترجع تاني لمكانها والمكاناتها تكريمه للفنانة فريضة فهمة طبعا ده اللي أنا قلتلك عليه في الأول عشان كده رجعتلك تاني ويمكن حتى التكريم يعني سيد الرئيس كان بيشد على إيديها من باب التقدير والاحترام أيوة لفن الرقص كفرقة رضا للفن صحيح لأن مش قالونا الفن حرام أيوة والتراث بتاعنا حرام والسياحة يعني بهدلونا بالحرام وبعدين في الآخر كنا هنبقى إيه جزيرة منعادة مصر مصر اللي علمت العالم كله الحضارة معقولة وانتي عارفة طبعا أنه كانت التماثيل بتاعتنا بالنسبة لهم أصنام يعني أنا مرة قلت الواحد والله بيتكلم على الهرم عايز يفجر الهرم وتقول انت شفتنا روحنا قدام الهرم وركعنا وسجدنا له يعني انتي عارفة هي حجج وهي كل ما نفتخر به حقيقة ولأن كمان الفن ده سلاح كان رهيب بتاعنا يعني الفن هو كان السلاح التنويري هو النعيمة أو هو السلاح التنويري يعني اللي احنا مفروض نتكلم فيه طيب أنا فرصة في وجودك يعني سيد الرئيس الحقيقة تكلم في أكثر من موضوع كان فيه رسائل كده كثيرة جدا يعني تكلم عن الفن وعن الدراما وعن تشكيل الوعي وكان بيتكلم وأثر الرئيس في أكثر من مرة وبرده حاخد تعقيب من حضرتك عليه أنه أنا مش رئيس اعتبروني هنا رب أسرة اعتبروني مواطن فهو كان يتحدث بقلب ووعي وقلق وصدق رأيك إيه فيما قاله خاصة يعني خياه ناخد نقطة نقطة في نقطة الدراما تحديدا يعني هو ناشد الدراما المثقفين الإعلام هو لأنه هو مصري صميم وأصيل وعارف بحكم يعني مش بس زكاءه ده ربنا الدهول عبقرية يعني لكن بحكم خبرته كرجل في الجيش وفي المخابرات وفي كل ده عارف يعني إيه الفن المصري عمل وإيه كان دوره ده أنا كان فيه طفل مرة قد كده بيكلمني كنت في بغداد بغطي الحرب العراقية الإيرانية وبعدين بيكلمني باللهجة بتاعتنا يعني فأمه بتقوله أنت إيه جرالك إيه بتتكلم كده قال لأ بكلمها بالمصري بل كي تفهم يعني بكلمها بالمصري إيه ممكن تفهم أيوة يعني صوري لما طفل في خمس أو ست سنة أيوة اللحجة المصرية وصله له أيوة طبعا وبعدين تروحي أنا والله العظيم والله يا شفكي لما كنت بروحه أيام الحياة الفاكراها قوي قوي مسلسل رقفة الهجان طبعا طبستي بغداد ما فيهاش بني آدم في الشارع كل قدام التلفزيون النهاردة شوف أنت يعني أنا كتبت مقال من يعني سنة 15 كنت أنا كان عندي بعمل جراحة في فرنسا وكان معايا حبيبتي شمس الإتريبر اللي أرحمها وبعدين إحنا جبنا باقة بتاعة مسلسلات علشان نتابع يعني كنا في رمضان أنا عايزة أروحي يعني مش عايزة أخرج من هذا التكريم الجميل وعايزة أروح لكده يعني المرأة تشعر كده بالانتشاء والسعادة في ظل الزمن اللي إحنا عايشين وده وهي مقدرة تقدير عالي يعني المرأة القاضية يعني كيف ترين كمال هنبقى عندنا المرأة قاضية تحكم صار رائع للمرأة الراجل ده يعني زي ما بيقولك أنا مصري صميم وهو مقدر جدا جدا في تقديري يعني أنا ما سألتهش لكن في تقديري أنه مقدر دور المرأة المصرية في تربية النشق والشباب اللي طلع حاما مصر في 30 يونيو ما بين 35 و40 مليون ده ده كلام من الغرب مش إحنا صحية يعني فهو بالنسبة للمرأة المصرية هي الحجر الأساس يعني هي ما فيش حاجة اسمها رجل وامرأة ربنا قال إيه قال خلق إيه خلق الإنسان مصبوط فالرئيس السيسي بيعمل المرأة كإنسان كإنسان عندها كفاءة تبقى مزيرة أهلا وسهلا وتمتهل كل النهج أيوة شوفي عندنا كم وزيرة عندنا قضية عندنا عمدة أيوة يعني عندنا الحقيقة عندنا محافظ طيب خليني وإحنا شايفين صورة دكتورة كمان لميس جابر على الشاشة وهي أيضا في التكريم معاكم ده بياخدني لأن هي أيضا كاتبة وكتبت للدراما ده بياخدني للدراما إحنا يعني يمكن الرئيس يعني يتحدث في الدراما إحنا كمان مقبلين على شهر رمضان والدراما عندنا مهم والفن إحنا مصيرين بنحب الفن نعم يعني إزاي بتشوفي الدراما لما بتقدم العنف اللي بيبقى تعنيف المرأة والعنف ضد المرأة بشكل كبير ويعني شايفة إزاي ده لأنه هل العنف اللي ممكن يكون أحيانا موجود في بعض الأعمال الدرامية ينقل إلى المجتمع طبعا أنا شايفة إن الدراما في الفترة الأخيرة الفترات اللي هي هبث علينا الموجة الظالمية والراجعية البشع يعني اللي غيرت كل أخلاقنا يعني إحنا الأول كنا يا شيخ روح بقى الله يسامحك دلوقتي لأ بقينا بنتبح على طول يعني الحمد لله يعني من الساعة ما عملنا ثورة شونيو بنتغير لكن فيه كان زي ما بيقولك عن طريق الدراما يعني زي ما أنا كتبته قلت كده أنا بقيتها بص بتقول إيه ده فيه إيه يعني معقولة ده في رمضان كنا ويبقى فيه إيه بقى الشباب بيقتل والستات مش عارفة بتعمل إيه آه والستات تخون وده يعني حاجات كده حاجة بشع احنا محتاجين للشكل اللي هو احنا محتاجين أنا ما بقولش حد يجملنا آه بس بقول حد يقول وقعنا ينقل الحقيقة آه يعني المرأة لأن الرموز اللي كرامها السيد الرئيس دي ما هي رموز حقيقية ليها قصص بالزبع يعني مثلا ممكن بعد كده نشوف عمل درامي لقاضية يعني هتعمل إيه طبعا طبعا أنا بقولك فكرة مسلسلة هي والمستحيل هي والمستحيل اللي هي كانت صفاقة بالصعود وكانت ما بتعرفش تكتب كتبته خيرية يعني كتبته خيرية العسال فتحية العسال فتحية العسال عفوا فتحية العسال آه بصي أنا للأسف إن أنا كنت من من 73 أول 73 إلى آخر 98 كنت في فرنسا خلاص إحنا خلينا حناخد فاصل وبعد الفاصل نكمل كلامنا الحقيقة أنا مستمتعة جدا لأنه مع الأستاذة فريدة الشباشي تقدر تتكلم في حاجات كتير يمكن هي ذكرت التكريم بتاع الأستاذة يعني الجميلة طبعا يعني يعني عايزة أقول اللي صنعت وشاركت في فرقة ردة الأستاذة فريدة فهمي فرقة ردة لم تكن مجرد فرقة للرقص ولكنها كانت فرقة للفولكلور فرقة ردة لفت محافظات مصر كلها كي تتعرف على الثقافة العادات التقاليد وتنشئ هذه الفرقة فبالتالي يبقى إحنا بنقدم فولكلور من داخل محافظاتنا وتراثنا وها هو التقدير الذي أتى من رئيس الدولة علشان في يوم من الأيام هذه الفرقة كانت فرقة تقدم فن حقيقي نكمل الحديث مع الأستاذة فريدة الشباشي وموضوعات كثيرة تخص المرأة والصحافة أيضا والبرلمان بعد فصل قصير المرأة الحقيقة ساعدتها بأنها بتعيش في أحسن ظروف وأحسن زمن بالنسبة لها تتنفس حرية وتتبوى الأماكن التي طالقوا بالمرأة مزالت في ضيافات الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي عضو مجلس النواب طيب أولا يعني أنت كمان في ظل يعني هذا المجلس وبدايتك يعني بداية الجلسة يعني يكلميني على أنت يعني عصرتي الحقيقة أزمنة كتير وحاجات مطلحقة وصعبة جدا يعني من أنه زوية أنت قصدك يعني قصدي أنت يعني بدأتي هذا المجلس هذا البرلمان دي الأول مرة أنا ودي الأول مرة وكان عليك برضو يعني كافة أنك امرأة وناجحة وأنك تبدأي الجلسة رأست الجلسة رأست الجلسة طبعا لا طبعا برضو ده كان بيعمق إحساسي بإيمان الرئيس السيسي بأن المرأة إنسان والمرأة لو عندها كفاءة تعمل أي حاجة أنا هسألك سؤال بصراحة يعني أستاذة فريدة هل بتشعري بالحرية في الزمن ده وانتي بتتكلم براحتك وحاسة أن أنت بجد أنت في مصر اللي أنت يعني أحلم بيها بالضبط بالضبط كده دلوقتي أنا حاسة بكده أنا حاسة أن أنا ممكن أقول أي حاجة لأن أنا قلت كل اللي أنا عايزة أقوله في ظل ظروف يعني في ممتها القسوة يعني حقيقي يعني وكنت بقولها على التلفزيون مش بقولها كده يعني ومتسجلة يعني تمام فالحقيقة أنا عندي حاجة والله يا شافك يعني عندي إحساس من وانا صغيرة من وانا طفلة ما عرفش أقول إلا ما أنا مقتنع بي وده طبعا ساعات كلفني حاجات كتير يعني أنت عارفة طبعا أن أنا اترفت من الإزاع اللي كنت بشتغل فيها والأسباب إيه سبب قومي وسبب ديني لو أي حد من اللي بيهاجموني النهاردة قالوا له حتترفد ومش هيبقى عندك مش هتشتغل يعني لو ما عملتش مش معقول كان عمل اللي أنا عملته يعني مش معقول أنا بقول أن ربنا هو أنا بتعامل مع ربنا يعني حاسة أنه ده زمن المرأة المرأة دلوية خالص عليها أن هي تنجح وتكتهد والأماكن مفتوحة وتظهر كفائتها إيه يعني أنا النهاردة مثلا لو جيه مثلا حتى السيد الرئيس اللي أنا بحبه جدا يعني وقال لي هتشتغل في المشتشفى جراحة هقول له لا ما عرفش بس لو قال لي طب ترجعي تاني تشتغلي بالمحامة أو تكتبي حاجة زي ما أنا بكتب أو بتاعه لأنه وهو بقى جميل للوقت أن أي حد بيتحط في أي موقع بيبقى مفروض يتحط يعني مؤهل لهذا الموقع يعني بقى بقى الأماكن طاليقة على الناس أو مناسبة لهم بالزبط مش واسطة ورشوة وحاجات كده يعني إيه الرسالة اللي أنت يعني في هذا التكريم السيد الرئيس قال حاجات كتير إيه أكتر حاجة كنت مبسوطة منها السيد الرئيس حتى أنت بتقولي هو منقذ مصري هو نفسه قال مصري كانت خلاص بتقع ورجعت يعني بحمد الله إيه الحاجات اللي شفتيها يعني في حديثه وفي الكلمة المميزة دي شفتي هو كل كلامه وأنا بالنسبة لي بيعبر عن مصريتي مصريتي يعني مصريتي وبيعبر عن حبه لهذا الوطن وأنه عنده الجانب البناء ما بيهدمش يعني شوف أنت إحنا كنا فين وبقينا فين في سبع السنين أنا بقول دلوالة سبعمائة سنة يعني يعني كنا في الحضيض ودلوقتي بنحلق في السماء يعني أو قربنا يعني السيد الرئيس يمكن كمان نوجه كلامه للمرأة المصرية كأم في البيت أنا حقولك لا مش بس كده ورى أنه هو يعني زي ما تقولي رفع العمل ضوء أحمر للي بيعتده على المرأة صحيح يعني مش قابل فكرة أن المرأة تتضرب مش قابل أن المرأة تتجوج وهي صغيرة صحيح يعني فيه حاجات كتير أو تعنف ده هو حد تعلمهم إزاي تعملوا الإتيكيت يعني أنا شخصيا عجبني جدا 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 طيب الحاجة الأخيرة برضو السيدة انتصاري السيسي قرينة رئيس طبعا رئيس الجمهورية يعني كانت يعني من أيام أيضا كرمت المرأة المصرية في يوم المرأة العالمي وكرمت أيضا سيدات فضليات مش شايفة إنه إنه يبقى فيه تكريم جميل من السيدة انتصاري السيسي ثم يأتي تكريم كمان الرئيس يعني تكريما كبيرا لأسماء كبيرة إنه أنت يعني المرأة بتكرم مرتين يعني في أقل من أسبوعين لا طبعا أنا بقولك هو مؤمن بدور المرأة المصرية مؤمن إن هي عماد المجتمع المرأة المصرية ما هي في الغيط جنب جوزها المرأة المصرية ما هي في البيت وبعدين بتشتغل كمان يعني أنا مريت بالتجربة أنا كنت بشتغل وعندي ابني وبهتم ببيتي يعني المرأة عمرها يعني ما بتبخل بمجهودها لما بتلاقي مجال تمارس فيه إمكانياتها وطاقاتها ويزمح لها الحرية وعايز أقولك على حاجة يعني أنا من بارك كنت نفسي وكتبتها قبل كده يعني قلتها يعني بس أنا رأيي إن السيدة انتصار السيسي دي نموذج للمرأة يعني مش عايز أقول إيه يعني يعني رائعة فعلا السؤالي الأخير أنت متطمنة يعني متطمنة على المرأة في مصر لأنه يمكن كمان سيد الرئيس أخص المرأة بأنه في ظل الأزمات الستة المصرية قادرة إنها تدير الأسرة وبالتالي بتدير الوطن لأنه أسرة جنب أسرة جنب أسرة بقينا مجتمع يعني نقدر نعدي من الأزمات أنا مؤمنة بدا جدا 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 بس أنا عندي رأي دايماً بقوله بنتقس فرصة أن يبقى عندي مجال أتكلم فيه أنا عندي رأيي إنه إحنا محتاجين لحملات توعية لأنه إحنا حصلنا تجريف فيه شباب عندنا لما تكلميه تتخضي تقولي ده مش مصر إذا جاي من حتة تانية يعني فأنا رأيي إنه إحنا محتاجين لحملات توعية من ناس مخلصين ومؤمنين بالرسالة الرئيس السيسي في كل المجالات في الزوايا وفي المنابر وفي التلفزيون وفي الإذاعة وفي الثقافة اللي هي كل ما يشكل وعي الناس وفي الأفلام كله إحنا محتاجين نرجع الوعي المصري اللي إحنا عارفين والاحترام والاحترام ما هو كده يعني الاحترام والوعي والالتزام يعني أنا بقول يعني إحنا وأنا صغيرة من مئة سنة من مئة سنة كده من مئة سنة كده لسة صغيرة لأ حقيقة يعني مثلا كنا ساكنين في شارع في حلوان أيوة لو حصل حالة وفاة في بيت الشارع كله ما يعملش لا أفراح ولا هاك والناس تقفل التلفزيونية والإذاعة بالضبط كده بالضبط ولما يبقى واحد فرحان وبيعمل فرح كله يهتم سكان العدد كام السكان أيوة ما هو ده نسكت عددها قليل نحن عندنا ناس قالوا لأ صحيح خلفوا ربنا يبعت لأ أيوة صح ربنا قال الرسول قال إعقلها وتوكل صحيح لأنه إحنا مش نجيب كده ونرمي 2 مليون ونص كل سنة دي حاجة يعني ماينفعش شايفة البرلمان في الدورة النيابية دي شكله إزاي؟ وضع المرأة فيه إيه؟ وضع المرأة فيه رائع لأن أنت عندك 27% يعني مرأة يعني وبعدين فيه ناس أنا شفتهم والله والله يعني حسة ساعات إن أنا زعلان أني معرفتهمش من ساعة ما تولدوا من كتر ما هم ستات كده يعني جدعان جداً جداً والجيل الجديد رأيت فيه اللي بيمارس العملية النيابية في السن الصغير بالضبط في العشرينات يعني وأنا بقى يعني في دول بعرف واحدة متوسطة السن وواحدة صغيرة فبردو وأنت صغيرة الثالثة بقايت أنا مش أنا على فكرة بعترف بسني وأنت عارفاني أنا ما عنديش مشكلة في الموضوع ده خالص خالص فأنا شايفة إنه فيه فيه مصر جديدة بتولد دلوقتي وده اللي مخليني أنا كنت دايماً أقول يا رب يعني ديني عمر إن أنا أتطمن على بلدي قبل ما أروح فالحمد لله يعني الحمد لله إن شاء الله تفضلي وتفضلي دايماً تقدمي كتاباتك وأرائك المستنيرة وأرائك اللي كلها حرية بتقوليها بمنطقة الحرية والحقيقة إحنا يعني سعداء بتكريمك شكراً وسعداء إن أنت سعيدة بهذا التكريم اللي جي في وقته أعتقد بالنسبالك مش بس كده وإن اللي بيكرمني واحد أنا باحترمه طبعاً وبقدره يعني لو قال لي والله العظيم بلا بتاع يعني يعني مستعدة أفدي بعناية واخد بالك فده أنا مش أي حد اللي بيكرمني طبعاً طبعاً منقذ مصر الرئيس السيسي أكيد هذا التكريم بيأتي من كرم شخصيته كمان بشكرك شكراً جزيلاً وبتمنى لك التوفيق ودايماً بسعد بكل كلامك وخليك دايماً بحرية ومشاكسة ولسان المرأة في كل الأماكن شكراً بشكرك شكراً جزيلاً الحقيقة يعني أنا سعيدة جداً تكريم أي امرأة في مصر هو تكريم للمرأة بشكل عام سيد الرئيس يعني الحقيقة كلم كل السيدات في مصر وكلم المرأة بشكل عام اللي كانت موجودة والمكرمة واللي كانت بتشاهد وحتى مش موجودة لأنه دا يوم للمرأة بشكل عام التسعة مازال عندي تفاصيل كتير وإيه نتطمن بقى على فريقنا بكرة إن شاء الله أنا متطمنة وبإذن الله مصر تعمل حاجة فاصل قصير ونعود بعد ذلك منتخب مصر والسنغال غداً إيه اللي هيحصل فاصل قصير نستكمل الكلام بكرة جمعة دنيا كورة بكرة مئة مليون بقلوبهم بيشجعوا منتخب مصر ستين ألف في المدرجات هيهتفوا تحيا مصر وبكرة المنتخب حيقابل السنغال كلام كتير جداً يا ترى إيه اللي بيحصل يا ترى مين اللي حيبقى جول كيبر حيبقى الشناوي ولا بوجبل يا ترى الخطة حتبقى ايه 4-2-2-4-3-3 إيه اللي هيحصل بالزبط مين اللي هيقود المباراة هل محمد صلاح بدأ يواجه اللعيبة ويبقى فيه ما بينهم الأحاديث علشان يديهم الطاقة الإيجابية اللي بيعملها في كل مرة كواليس كتيرة جداً إحنا مش عارفين هل في مفاجآت هل السنغال هتعمل مفاجآت هل التوقع هل وجود الجمهور في المندرجات حوالين اللعيبة بهذا الطقس ممكن يحقق فوز كبير لمصر الله أعلم لكن القلوب كلها مع منتخب مصر غداً أمام السنغال في التصفيات الخاصة بكاس العالم عشرين اثنين وعشرين ضيفي هو الناقد الرياضي أحمد درويش مساء الخير سيئة نور أسئلة كتير قوية ناقلتها طبعا تبدأ منين سيئة نورة صاشفكي طبعا أول مرة أكون مع حضرتك مبسوط جداً أن أنا أكون في تلفزيون بلدي وإن شاء الله نكونوا خفافة على الناس ونقدر نقدم معلومة تفيد وتجاوب على كل التساؤلات تلفزيون بلدك بقى ناس كتير بتتفرج عليه طبعا فهم أول حاجة هيسألوك عليك إحنا نازلين بأني تشكيل هيبعمل ازاي براحة طيب طيب الأول هم مش ستين هو خمسة وستين ألف متفرج خمسة وستين ألف ناس جعانة الناس دي ناس جعانة أيوة ناس جعانة إنها التسعة كاس العالم ناس عندها شوية حزن من فقدان كأس ومعفقية الرقب اللي كان قريب جداً قدام السنغال صحيح وراحين بطموحات وأمال وثقة أهم حاجة الثقة في الجمهور هيلعب بقلبه طبعا يعني الجمهور هيلعب بقلبه حتى كاريوس كيروش في تصريحاته مبارحه النهاردة الرجل ما كانش يبتكلم أي حاجة فنية كان بيتكلم إن إحنا الجمهور أنا بقول حتى ممكن أطلع لعيب ونزل لعب رقم 12 في أي وقت له الجمهور هو بيداعب الجمهور بيحافظ الجمهور كل الناس تيجي معاها عالم بلاتها في إيديها ولابسة شيرت المنطقة في مصر هو الرجل اللي عايز وصلنا كمصرين وكمشجعين مصرين قال على فكرة أنا محتاج مشجعين وليس مشاهدين تفق جدا تفق جدا دي يعني فكرة إنه الحماس ده ممكن يلهب اللعيبة طبعا فكرة المشجع اللي بيروح الساعة 2 الإستاذ ويقعد يستنزف طاقته في الأغاني والرأس وتشجيع النجية الفاضية ومدرجات الخوية دي أعطا إحنا عايزين التشجيع يبقى وقت المباراة بالزبط جدا طيب خلينا ندخل المباراة طبعا يعني خلينا ندخل المباراة الـ 11 رعيد نزله تشكيل تقريبا يعني أدينا توقعات شوفي يعني أنا مش عادة استفيد أول في موضوع التشكيل بس سأقولك ما يدور خلال 3-4 ايام اللي فاته كان كيروش مبدئيا كارلس كيروش هو مدير فني بيتعامل دايما في حدة تثبيت التشكيل أو فيه مثل بيقوله في مصر كده هو دايما بتعود عليه اللي تكسبه لعبه فهو الراجل عنده طريقة طريقة ثابتة في هي أربعة تلاتة تلاتة بوجود ثلاثي في محمر التركاز اللي هو محمد النيني وحمدي فتحي وعمر السلية تشكيل منتقى مصر هقولك التفكيرين ماشيين الزيحة تلاتة ناخد التفكير محمد الشناوي في حراسة المربا يعني كده أنت بتقر إنه الشناوي محمد الشناوي في حراسة المربا بالزبط لا ما فيش جدر محمد الشناوي أحمد فتوح زهير أيصر وعمر كامال عبد الواحد زهير أيمن في قلب الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود حمد الوانش اتنين ضمنين ما كانهم في التشكيل محمد النيني وعمر السلية جناحي من محمد صلاح وهاجم مصطفى محمد هنا نقطة خلافه الجدر الراجل فيه تفكيرين في دماغه وجربهم خلال تدريب مبارح بالنسبة لصلاحي ومصطفى محمد بالنسبة لهو إيه هل السلاسي في رسل ملعب التلاتة هيحط حمدي فتحي ويلعب الطريق أربعة ثلاثة ثلاثة المعتادة بوجود مرموش كجناح أيصر ومحمد صلاح كجناح أيمن واللي هيثبت الثلاثة عمدي فتحي يرجع ويبقى الترزيجي على حساب عمر مرموش هو الفكرة دلوقتي في إيه؟ الفكرة دلوقتي ومعب بترزيجي كده؟ يعني عمل سكرة دي أبل كده؟ عمل دي أبل كده في مواتش نيجيريا وما وفقناش فيه لكن ظروف أن الترزيجي كان لسه رجع من إصابة فهو دلوقتي فيه مطالبات جوه الجهاز الفني حاليا أو مدولات من المبارح وهو بدأ اشتغل على الخطة دي مرتين تلاتة بقى يبدل في التأسيم الرئيسية فيه مطالبات أنه هو يا ترزيجي يا أفشا واحد عنده النزعة الهجومية يكون ضمن الثلاثة بتاعه وسط الملعب أنه أنت عندك مطش على ملعبك ووسط جمهورك فالنزل يواخد على ملعبك وعلى جمهورك يبقى في نزعة هجومية قصد الثلاثة بتوعى الديفندر الثلاثة اللي هما وسط مدافع اللي هو النني وحمد فتحي والسرية نقدر نستغني عن واحد ونبدأ بترزيجيه أو أفشل قصانة ألعاب هل فيه تفكير في عمر جابر كمان؟ لا لا ده كلام بص هو عمر جابر من لعبة مميزة وعنده خبرة ولعب مانشات دولية لكن هو الراجل دايما بيقولك بيميل دايما إلى التشكيل اللي بلعب به على الناصر اللي هو عرفها وحافظها وهم بتعودوا على فكره فأنتي دلوقتي معاك عشرة لعبة من 11 هو نقطة خلاف واحدة هل السلاثة بتاع وسط الملعب هيحط ترزيجيه أو أفشل حساب حد فيهم ولا هلعب بالتريقة السبتة المعتقدة اللي هي أحمد فتوح وعمر كملعب الواحد اللي هو اللاعب بيها قبل كده اللاعب بيها قبل كده أنا معلوماتي اللي أنا عارفه إنه هو الراجل عنده تركاية نصر الملعب هيغير واحد من الثلاثة اللي هم نيني والسولاي وحمد فتحي والأقرب بنسبة 100% هيكون حمد فتحي وهيبدأ بحد عنده النزعة الهجومية والأقرب هو محمود حسن خليني أمشي معاك زي ما الناس يعني بتفكر احنا شايفين التدريبات هي موجودة على الشاشة خليني يعني الناس مثلا بتقولك طيب يعني خلينا في السيناريو ماذا لو إحنا جبنا الجول الأول هل هيغير ده شوية من نزول حد أو يكمل بيها أو إنه لقدر الله حصل إنه يعني خسرنا حاجة في الشوت الأوليني السيناريوهات ممكن تبقى ماشي زي طبعا هو أسوأ سيناريو في الماتشات دي أن أنت تتلقى هدفها مرعبك هو ماتش 180 ديئة 90 هنا وتسعين هناك خدي برحب ما هو أنت مش هتنتظر بقى للآخر لازم لعندك تفكير سينادي وكل الوقت في حاجة سيئة جدا في نظام الصعود في ماتش الإياب لو حصل تعادل في النتيجة هنلعب شوط إضافي شوطين إضافيين تسعين تلاتين ديئة وتلاتين ديئة وده فكرة ظلمة جدا الفريق اللي بلعب الزياب على الأرض لأن الفريق الثاني بيستفيد بتلاتين ديئة زيادة على ملعبه وسط البنوة على ملعبه صح وطبعا إحنا عانينا في فكرة نحن عانينا في فكرة ضغط المباريات والقصة دي فكنا نتمنى أن النظام يبقى تسعين ديئة وتسعين ديئة لو فيه تعادل ونلعب ضربات جزاء على طول ده السيناريو طيب ماذا لو مصر أحرزت هدف بالتأكيد هدف لا يرضي تموح المصري وهدف نتيجة 1-0 ونتيجة 0-0 هي نتيجة اللعب النهار يعني أنت حضرتك ممكن بهدف أو بهدفين الموضوع بالنسبة له هو خاصة 1-0 سهل تعويضه إنما فكرة 2-0 طبعا إحنا نتمنى في أسه الظروف 1-0 ده نتيجة مرضية طيب ما مش هنكسى بـ 2-1 أو 3-2 مش عايزين نتيجة دي أصل 2-2 لايقى زي تحية مصر نحن عاوزين الـ 2-2 لايقى بتاع تحية مصر دي بصي أعايز أقولي حالك تحية مصر طبعا إن أعايز أقولي كل بلد يعني أنا شفت بعيني أول مباعي الوزير ورئيس ربطة الأندية وناس فيه تكاتف عظيم جدا جدا خايفة مهم الملعب طيب إحنا دلوقتي إحنا بنتفرج في المران بتاع الجول كيبر واللعيبة صلاح وصل هل بدأ صلاح لأنه صلاح دايما كمان ليه كده بيتحضن كده مع اللعيبة كقائد ليهم يعني يعني بدأ كواليس بتقول إيه علاقته إيه بيقول إيه المرات دي صلاح يعني أنا أتشرف بمعرفة صلاحة نقرب من سيدين كنت معاه في الجابون كنت معاه منتخب مصر في الجابون 2017 وكنت معاه في البطولة الأخيرة وكنت معاه في كاس عام في 2019 في موسكو عمري ما شفت محمد صلاح في حالة معنوية مرتفعة وعايز أقولك الابتسامة لا تفورك وجه يعني حتى لو حضرتك في الإنسلاتات اللي بتتعرض أما فيه سبوت على محمد صلاح قبل مرات محمد صلاح بيحافظ اللعيبة محمد صلاح بيوقف كتير جدا مع كاروس كيروش حديث دحكة كلها مع اللعيبة في جو أنا ما شفتوش قبل كده زي ما يكون بيوجه رسالهم شي ضغوط يعني ما تخافوش إحنا آه في واضح المسؤولية بس التاقة اللي بيجيها صلاح لفريقه بتفرق معيهم حضرتك لما يكون الكابتن بحجم محمد صلاح واحد من أعظم وأفضل لعيب للعالم فهو ده بالنسبة له لأي لعيب سوية في المنتخب ده حاجة عظيمة جدا المتلقي يتلقى معلومة من حد إمج أو حد في حجم محمد صلاح طبعا نموذك لا مصدر ثقة مصدر طمأنينة مصدر كل حاجة حلوة محمد صلاح وإحنا شفنا دور القيادة في كلاسة أورونا الفقرية وإزاي كان من يتدخلات مع الحكام وكان فعلا محمد صلاح رجل قائد على أكبر وجه قائد يريد بمنتخب مصر وبالتالي محمد صلاح مسليم محمد الله متعافي ما عندناش بفضل الله في 23 رعيب أي إصابات الحمد لله هي فكرة دلوقتي في كيفية توظيف الرعيبة وأستيعابهم الطريقة وكمان الرعيبة اللي بتلعب في منتخب مصر هيتشوف الجمهور كتير في رعيبة ما شفكتش الجمهور ده أبل جبل أيوه طبعا في رعيبة صغير مرموش مثلا يعني مرموش شاف حاجة بسيطة في برج العرب في برج العرب بس ما شافش الجمهور ده أبو 65 ألم كم بالزبط في رعيبة لسه ما يعني ما يعني ما إيه عمر كمال عبد الواحد محمد عبد المنحم في رعيبة ما شافتش الجمهور ده فطبعا لابد يكون هم أخدوا جرعة ثقة جرعة طمأنينة جرعة ثبات نفسي عشان يقدروا يتعاملوا مع هذا الكم من الجمهور مع هذا المشهد يرعب إحنا أفريقيا مسميها أستاذ القاهرة أستاذ الرعب وبالتالي إحنا لازم نستفيد من أننا عندنا سابعي في المياه يعني فريق السنغال دي خاف من مش فريق السنغال دي فاني أفريقيا كلها التاريخ كله بيقول أن المنتخب مصر على أرضه حاجة تانية يعني الجمهور بكرة هو واحد من العناصر اللي كيروش بلعب بيه تمام لا مش هو واحد من العناصر هو أهم هو أهي كده هو أهم عنصر موجود بكرة طب كيروش خايف من إيه في المنتخب هقولك خايف من إيه أول حاجة عشان نبقى متفقين مع بعض بس السنغال قوى كده عشان بس نبقى يعرفين نحنا نتكلم في إيه قناة التسويقية لعبته عجل جدا عنده واحد من أقوى مدافئة عنده أفضل حالس مران في العالم طبعا هو إدروب ديميندي حالس شيرسي عنده واحد من أقوى اثنين مدافعين في العالم كلهم محترفين كروباري بلعب في نابل إيطالي كابتن فريق رقم ثلاثة حاجة طويلة جدا حاجة قوية جدا عنده ساد يومانين عنده في كل مركز رحيبة ساد يومانين هيعمل إيه لما يشوف صلاح المراتي طبعا مرأة لفافت طبطب عليه مرأة دي بقى إيه اللي هيحصل بصي يعني فيه نقط قوة في منتخب السنغال إحنا عانينا منها في المبارات النهائية أمام السنغال في إيه عندهم رعيب اسمه سيس ده جناح شمال هو وير ساد يوماني كان عاملين جابهة قوية جدا والجابهة دي استطاعوا أن ياخدوا ضرب الجزاء أو ضرب الجزاء في بداية المبارات وصدام حمد لبو جابل فهما عندهم تنوع كبير فيها جدا وعندهم خط وسط ما أولكيش يعني ميندي شيخة كواتي اسماعيل أصار حاجة اسماعيل أصار ده من أهم النصر يعني مصر يعيبة اسماعيل كلها محترفة بريسون جرمان في دول إسباني في دول فورد إنجليزي في الدول الدول الإنجليزي والدول الإيطالي والدول الإسباني طبعا قايمة قايمة طيئة جدا مرعيبة هي فكرة كمان أن هما عندهم بس بحض الأخطاء اللي احنا ممكن نستفيد منها محمد صراح أجاد جدا أجاد جدا قدام كل باري في الدول الإيطالي لما كان برعب في روما وفي دول أبطال أوروبا لما كان بيواجه وفي الدول يعني محمد صراح التفاق رائد كتير جدا هم عندهم مشكلة هم أطوار في زي عندنا كده محمد محمود حمد الوينش ومحمد عبد المنعم آخر اتنين ما الساكين عندهم كوريريرم أفضل المتفاق على الله طويل جدا ومعهم واحد اسمه عبدو ديالو بينهم مساحات المساحات دي يقدر محمد صراح وأتمنى تريزيجي يكون موجود عشان الصراعات هنقدر نعمل حالة المساحات المبينة الوينش هل أنت قلته لي في الأول ده اللي أنت بتتمنيه اللي أنا أبقى أتمنىه أول حاجة أتمنى وجود تريزيجي ده موضوع مفروغ منه وإن كنت كمان أتمنى أنه تريزيجيي بقى على حساب عمر مرموش ومحمد مجد أفشا دي لعد في النص يعني مع النني ومع السورية يعني أنا أتمنى أن يكون محمد النني ومحمد السورية ومحمد مجد أفشا في الشمال تريزيجيي عشان خبرة عشان خبرة كبيرة جدا ولعيب سريع ولعيب مهم وكان غايب وظروف إصابة طبعا وتريزيجيي كمان عنده الممارسات العالمية متعودة عليها ومش هيتخط من الجمهور ومحمد صلاح ومصدف الحمد ده أتمنى أننا أعزين نكسب أعزين ننهي بدري إصابة رمضان صبحي أثرت بردو كورقة بديلة كخيار طبعا أثرت رمضان لعيب مهم جدا من أحسن لعيب كوريرة في مصر محدش يختلف عن كده هو كان خيار ثالث في كاس الأمور الفقية لكن كان ممكن ياخد وقته خصوصا أننا شايت أننا الأوراق البديلة ما فيهش عناصر جميلة كتير يعني هو مختار مهاجم واحد مروان حمدي وهيبقى ياتريزيجية مربوش على الدكة عشان واحد يوم يلعب وهيبقى أفشا لو ما شاركش الباقي العناصر كلها في عناصر مميزة إمام عشور كواسط مدافع طب إيه اللي كيروش واثق منه وإنت قلت لي اللي خاف منه إيه اللي هو واثق منه أو يعني متطمن لي بلاش واثق دي متطمن 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 أن اللعيبة على قدر مسؤولية مراتي متطمن أن اللعيبة استعدوا كويس متطمن أن اللعيبة جواها حافظ كبير جدا بعد غسارة كاس الأمور الفقية مع أن الناس مثلا بتقول أن الوقت كان قليل وبين فيه صوت تاني يقول لك أن المحترفين عموما ما بيجوش عودوا بالعشر تيام محترف خلاص بقى بيجي قبلها بثلاثة أربعة تيام لأن الوقت لا يسمع شوف يا مدام شفكي إحنا في نصر عندنا دائما نجيد في البطولات المجمعة كاسرة المفقية بناخد وقت أيام ما كان القوام المنتخب معظمه أيام كابتن حسن الشحاد أو كابتن محمود الجهر من أحمده كان معظمه أهل وزماك واندية تانية كان بيبقى معنا ثلاثة أربعة محترفين كابتن أحمد حسن كابتن زيدان كابتن محمود الجهر أهل وزماك عدنا عدد دلوقتي أهل ده كان بيجو على المؤتمر كنا بنجيد لأن احنا كنا بنقدر نتحكم نوقف الدور بدري ونعمل نحن عايزه بدري لكن كارلس كيروش مدير فني تولى منشستر نايتد وريال مدريد ومنتخب بورتغال ومنتخب كلام بها ده واحد من أهم أسباب أنه قبل مهمة تدريب منتخب مصر بالرقم الضعيف اللي هو ورده وقررنا تم إسمه عايزة أأكد تاني يعني 120 ألف دولار ده مش رقم كارلس كيروش لكن هو جاي ووافق عشان إيه عشان هو صعب أربع منتخبات كاس عالم وجاي دوع الخمسة ده كان الهدف فهو عنده حافز هو كمان شخصي طول الوقت فهو شايف هو بتعامل مع العيبة وخد بقى حضرتك كمان هو رجل ذاكي جدا في التعامل النفسي ذاكي جدا جدا هو موهق يعني كارلس كيروش اللي ما يعرفوش يا جماعة رجل عنده استعداد يشترى 18 ساعة موهق ومتعب لمساعدية مش رعيبة لأنه هو بيهتم بأدق أدق التفاصيل وعايز أقولك أدق التفاصيل وغضحة في إيه يعني أنا مثلا صحفي بغطي منتخب مصر بقى 13 سنة وبجيب تشكيل منتخب مصر المرة دي حاس مرة صعبة جدا موضوع صعب جدا فيه تكتب فيه سرية فيه الرحيمة كمان خصوصا كمان بيشكل الفريق معاه يعني كارلس كيروش كمان يعني مرة سلح كده إنه إنه هو مرهق من التصريحات والجدال والكلام بس أقولك حالك حاجة عن كربة عن تجربة ما بيسمعش الإعلام وما بيشوفش الإعلام خالص لأ يعني إيه لأ كل حاجة بتوصله بس مش شايفنا مستمعنا هو دايما مركز هو بيستفز بس لما يتم تناوله بحاجة شخصية في زي ما حصل في أيام مغتبه أيام مخسرنا من نيجيريا وطلق الكريم في تفصيل عقده هو بتضيق من كده لما يكون كمان الكلام خرج أو صادر من التحدي الكروعة إنما غير كده وغاية كتار السلائي هتم تماما بأي حاجة هو بيقولك أنا عندي هدف أنا جاي أصعد كاس حجم وأشتغل مشهورة مع المنتخب بس طيب أنا يعني عندي حاجة أقولك حاجة الرجل ده منظم لدرجة أنه هو وهو في قطر في كاس العرب راح اختار وشاف المكان اللي رشحه إنه هلع فيك فاس حجم تاني لا لا وصلت يعني ده دايق عن إيه ثقة بقى خلاص وحطت هدف قدامه بالضبط كده شاف وعين واختار عيوب أنا هاجي هنا في شهر 12 طب هل هو ذاكر هل في مذاكرة تانية إحنا أحيانا لما بتنجحش في الدور الأول بتوعب تذاكر بطريقة تانية فإحنا ما نجحناش مع السنغال في الدور الأول وإحنا عارفين العيوب كتفين هل في مذاكرة تانية يعني يعني الناس كلها متوقع إنه في يعني أخذنا الدرس هل في مذاكرة تانية جيدة من كيروش أو من اللعيبة طيب أنا هتكلم وفي مذاكرة أكيد من السنغال لأن السنغال برضو عارفة إنه الفريق المصري هيذاكر عشان هو عايز يعني ياخد المباراة طيب أنا هتكلم كشاهد أيها أي حد راح الكاميرون أنا تشرفت إنه واحد السبع ما تشفت أي حد راح الكاميرون في أجواء وظهور دي ما كانش يتوقع مدام شافكي إن منتخب مصر يصل إلى ضرور الثمانية حتى عشان أبوات حباني صحيح ظروف المنايخ والجو ولسه كيروش بياخد على المنتخب وعوامل كتير جدا جدا لكن إنت أكتر منتخب لعب دقائق في بطولة طبع كل المتشاط كل المتشاط حضرتك وحظك إيه إنت صدمت بكوت دي فور في ضرور الثلاثة مرشح أول المغرب ضرور الثمانية مرشح أول يعني من ضمن الكاميرون البلد المضيف وتوقع لقاتك سبق ثم السنغال فأنت روحت وإنت مرهق غايب عنك محمد الشيناوي غايب عنك أحمد حجازي غايب عنك أكرم توفيق غايب عنك إنت لعبت الطائم الطائم بتاعك بتاع كل كل مركز كل مركز فيه لعيب لدرجة أن إنت حارس التالت بتاعك شارك محمد صبحي صحيح إنت كان حصلتش حد تتوقع فأنت وصلت فمبارات مصر ويق السنغال نهاية 2021 في الكامون ليست مقياس تماما تماما موافقة ليه بس فيه مذاكرة بقى تاني من نعطي فيه مذاكرة قاله سيسي المدير الفني لمنتقى بالسنغال ده الراجل كان مدير فني لفريق 23 سنة فين في السنغال فالراجل جابها من تحت كمل المسيرة بقاله وصل معهم كاس عالم 2018 بقاله خمس سنين مسك السنغال صاعد كاس عالم وصل معهم في 2019 نهائي كاس الأمم وفقية في القاهرة وخسر أمام الجزائر بهدف وكان مرشح ياخد البطوة كمل راح تاني كسب كاس الأمم وفقية حتى مشهور التصفيات لعب خمس مرشات خد كم نقطة 16 تعاد المباراة وحيدة أمام توجه وخد 16 نقطة من قصر 18 فهو معها فريق قوي معها على نصر قوي عشان الوقت وانت عارف هما لن يرحموني في الوقت السنغال خايفة من مصرف ايه ومتطمنة لايه أهم حاجة خاف منها السنغال رقم واحد ملعب القاهرة وجمهور جمهوره والملعب والأرض تمام تاني حاجة يخافين من مصر من ايه محمد صلاح محمد صلاح طبعا طب حاجة ممكن تكون برا الصندوق بس برضو لازم نقولها انت عارف طبعا محمد صلاح والعرض اللي متقدم من برسلونة انا عجبني انه العرض متقدم لصلاح كمهاجم لانه طبعا فيه نرويجي اللي هو مفروض كانوا بيتفاوضوا عليه بس منشستر يونيتد كمان ما قدمله اه انما انه هما يفكروا في صلاح كمهاجم ده اعتقد نجاح كبير لصلاح عرفة لا يا مادم شافكي محمد صلاح لما جه من روما هو لعب وسط مهاجم او جناح لما من 2017 حتى الان محمد صلاح ياخد هدفة دوري انجليزي مراتين كل موسم بيعد 20 جون والسنة بإذن الله هو هدفة دوري انجليزي يعني ثلاث مواسم من خمسة بأقام كلاسية مأهولة فهو مش جناح كمان خلاص احنا في نهاية عصر ميسي وعصر كريستيان ورونالدو فمحمد صلاح لو الظروف بتعاكس منطقة مصر احيانا لكان محمد صلاح بلا منازع افضل رائع في العلم في اختيار فرنسي فوتبول وفي اختيار زابيست فيفا لكن محمد منضم هدافه السنة دي انه يصعد كسعران عشان هو بيستأتر المراضي على فكرة انا انا وانه يصعد بمصر كمان طبعا طبعا انا اواني لما ياخد هداف الدورة الانجليزة او الدورة الانجليزة مع ربو انا اواني انه يكون حسنا في العلم بخلاص صعود ومنتخب مصر احنا انا الاواني وانت سامع هو بس انا كلمتك التوقع بالرقم اتنين اتنين صفر اشاء الله منتخب مصر انا متوقع ان شاء الله اتنين صفر منتخب مصر اتوقع محمد صلاح واتوقع عمر السولية يعني جل صلاح وجل السولية جل السولية ان شاء الله تحية مصر باثنين صفر ان شاء الله خلينا نقول الناقد الرياضي احمد درويش باشكرك شكرا جزيلا واتمنى ان انا كنت زي كل اللي بتوعود معاهم باقي يا حديثك شاطر جدا أنا حاولت تذكر شوية كتير زكا كويس جدا مشكرك شكرا جزيلا من وقتنا وغدا إن شاء الله مصر هتنور الساعة 9 ونص قلوبنا مع فريقنا مع منتخب مصر وخمسة وستين ألف متفرج وجمهور هيبقى موجود مش بس بالطبل والزمر لكن بالقلوب إن شاء الله هنعدي ومصر هتاخد الحقيقة المباراة وحنبقى رفعين عالم مصر غدا التاسعة تكمل معاكم إن شاء الله الزميلة العزيزة دينا عبد الكريم أما أنا ألقاكم بإذن الله الخبيث المقبل في أمان الله